اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام متابعي قناة الايام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم انا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد اهلا بكم مجدد المشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الاخبار والمواضع والاحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي داما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم واولى مواضعنا في هذه الفقرة فقرة فيس توفيس هو موضوع مهم جدا باليومين اللي مضى على الساحة العراقية موضوع مهم اللي هو موضوع الاحتجاجات اللي صارت بالآونة الأخيرة على موضوع الرواتب وسلم الرواتب وغيرها من الأمور هذه المواضيع اللي البعض يقول لك يا أخ من رأت العراق ما يفكر غير بس بهاي الشغلات ها والله ما عرف شنو بهاي الأمور فلذلك تصير مواضع وتكثر الأحاديث على هيتشي موضوع لذلك احنا اليوم نريد ناخذ الموضوع ونشوف مدى أهميته ونشوف السبب الرئيسي وهل هناك أمل ممكن أنه يتغير هذا الموضوع أو لا أو أنه الموضوع أساسا ما له داعي أنه تطلع الناس عليها وتتظاهر كنا نعرف أنه أكو وظيفة وكل وظيفة تختلف عن الوظيفة الثانية أكو وظيفة صعبة خطرة أكو وظيفة طبيعية بها احتكاك مباشر مع الناس وموضوع طبيعي أكو وظيفة ممكن بها أرق بها قلق بها حياة إنسان بإيدك وأكو وظيفة بها مثلا حياة ناس بإيدك مثل تبني لك بناية تسوي لك جسر تسوي لك معرف شنو وأكو وظيفة مثلا من تموظف مجرد يجيك مراجع تختم له يروح الله ومحمد وعليه وظيفة سهلة طبيعية بس الناس تقول أكو تفاوت كبير بالرواتب البعض يستلم رواتب عالية والبعض الآخر يستلم رواتب قليلة لذلك دائما ما نشوف هذا الموضوع وأكو فرق أيضا ما بين الوزارات تلقي وزارة رواتبها خير من الله ووزارة أخرى رواتبها 400 ألف 450 ألف وإنها معرفات يعني ما يحتاج زين وأيضا أكو فرق بالحوافز وبالتخصيصات يعني المكافآت أيضا أكو 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 بعض الوزارات تطلق مكافآت نص راتب يمكن راتب كامل زين وبنفس الوقت أكو وزارات يعني مثلا أنا أعرف وحدة من الوزارات متعاقدة يعني أكو ضمان صحي متعاقدة ويموظفيها والباقين يعني يروح يسوي أسنانة ابتسامة حشوات ما أعرف شنو هذا بالسنة إلى حق مدرب ياشي يسوي بكاف مية مدرب 500 ألف زين هم يعني يقطعون منه شيء يمكن 15 ألف دينار يعني فأكو أكو أمور هواية تسويها الوزارات أكو مكافآتك وأكل بعض الآخر 450 ألف وبالشافعات يلا يجن لذلك إحنا فتحنا هذا الموضوع اللي هو موضوع الرواتب خلنا نشوف الاحتجاجات اللي صارت وأيضا نناقش موضوحة وياكم ومن خلال تعليقاتكم يقول احتجاجات غاضبة في بغداد وعدة محافظات أخرى للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد سلم الرواتب الجديد اللي هو راح يكون الموظفين راتبهم معين أو الشهادة هلقد هيش راتبة الشهادة هيشي هذا راتبة وكذا 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 خلنا نشوف آراء المواطنين المتضرر والما متضرر من موضوع الرواتب كرار يقول ناس تريد تعديل سلم الرواتب وناس تريد تعيين بوسط ملايين الموظفين الموجودين بدوائر الدولة ولا شفت واحد طالب بالقطاع الخاص ولا شفت واحد طالب بفتح المعامل والمصانع ولا شفت واحد طالب بالالتفات للزراعة ولا شفت واحد شجع المنتج الوطني وطالب بإيقاف الاستيراد هذا ندل على شيء دل على أنه إحنا شعب نريد راتب يكفينا نهاية الشهر ناكل ونشرب وننام نريد نبقى بمكاننا ومن واكب الدول بالتطور والتكنولوجيا زيان وراء خمس سنوات والوضع حيش والآلاف المؤلفة من الخريجين يردون تعيين إش راح يكون الحل يعني هسا بهاي الفترة تم تعيين أكثر من 750 ألف شخص زيان وذولة تعيينوا على الفارق اللي صار بسعر النفط زيان باشر عقبة من تصالح روسيا وأوكرانيا وترجع المياه إلى مجاريها ويرجع سعر النفط إلى وضع الطبيعي إش لا راح نطيهم رواتبين منين؟ ما يمو راح يصار عجز بالموازنة بالميزانية أكو أمور راح نلازم نحكي بيها يا ناس ترى الحياة مو بستعين مو بستعين مو أنا تخرج يلا روح أتعين ترى والله العظيم هذا بس أدنى بالعراق وعد بعض الدول العربية ما كويت شي أكو شي اسمه شغل خاص أكو شي اسمه مشروع خاص استثمار شركات غيرها من الأمور اليوم مش قد يريد يصر عدد الموظفين مو صرنا 7 مليون موظف زين أروح للقطاع الخاص أسوي بيه ضمان اجتماعي ضمان صح كل شي أسوي بي حتى الناس متروح للتعين أسوي أيضا بيه موضوع التقاعد أسوي بالقطاع الخاص ما بيه شي زين وهواي دول معمول بهذا الموضوع الناس ليش تريد دور تعيين بالدولة لأنه يقول لك والله بيه ضمان هذا بيه تقاعد منها منها بطل هذا هو هذا بس زين إحنا نخلي نفعل هذا الموضوع بالقطاع الخاص بالشركات هاي الأهلية بغيرها من الأمور حتى بالمحلات والأسواق وهاي الأمور ترى طبيعي الموضوع يا ناس نحن والله تعين طلع مظاهرات تريد تعين شمره بوزارة لو بدائرة وقعد وهذا قتل شكه موهبة عنده شكه حياة عنده كل شي ماك هاي قعد ورا ميز وهذا هو زين صار مجرد قاله يقعد الصبح يروح يرجع ينام طيب بس هذا هو الموضوع حتى إذا أكو شي من الإبداع في داخله أو العطاء رح يروح رح يتلاشي لأن حياته رح يصن روتينية ما رح يقدر يبدع لذلك احنا نقول ونشجع دائما أنه القطاع الخاص الاستثمار غيرهم يا ناس يا عالم فكروا زين أصلا الفرص أكبر وأكثر وبسهولة تقدر اليوم تتعين بهاي الشركة وتقدر بغيرها تقدم السيفو وتروح تشتغل بغيرها وكثير من الأمور زين وممكن تطور عملك ويصير عندك أموال وتشتغل نفسك وأنت تسوي شركة زين ربحيا أفضل ماليا أفضل حياتيا أفضل كل شي كل شي أفضل اجتماعيا أفضل أنت حر نفسك حر شوكت ما تريد يعجبك تسافر شوكت ما يريد يعجبك تروح تزور تروح ترجع وهذا إجازة تتاخذ نفسك إجازة براحتك زين وتعبك إلك وأنت اللي تقرر مصير الفلوس سوى أوياك ناس تشتغل أو بس أنت تشتغل صحنا وين؟ نندور تعيين طيب تعيين زين لا يوجد دولة بها تحترى بأول ما تخرج تعيين بعض الدول العربية البعدها أقلها نفس عقلنا بس تعيين صالح يقول مطلب مشروع وعلى الحكومة إعداد سلم يحقق العدالة وتقليل الفوارق والتمييز بين الموظفين أما جمال يقول سلم الرواتب الجديد قادم وسيرى النور قريبا ليكون أقل راتب للموظف الحكومي في الدرجة العاشرة ما يقارب سبعمائة ألف دينار زين الدرجة العاشرة بأي موظف حكومي سبعمائة ألف أوكي أنا اتفقوا ياك مثلا اللي رات بشان أربعمية بالزراعة لو بالكهرباء لو مدرشينه يصر ياخذ سبعمية بس هاي سبعمية ممين رح يستقطعوها من راتب مثل الموظف بالنفط وتصير إليه لو هاي رح تجي من الميزانية جديدة إلى تزيد لو شنو إحنا لازم نعرف هذا إذا تجي من الموازنة ومن فلوس الدولة همين هي تشيل وفوقات زيد هاي كارثة أما ذاي عدلون يشيلون من الموظفين الأعلى ويطون للأعلى هاي بها مجال زين بنفس الوقت انت هذا الموظف اللي يستلم راتب عالي انت معودة على هذا الشي رح تجي بيوم وليلة طوب تسحب منك كل هاي المبالغ وراح يصير راتب قليل ترى همين الموضوع يعني همين صير انت معود نفسه على مستوى صرف هل قيت لان انت راتبك تطهيها هل قيت راح تجي بعدين تسوي ليه محمد يقول انهاء التفاوت الطبقي مهم جدا موظفين رواتبهم لا تكفي لأسبوع في وزارة وفي وزارة أخرى تتجاوز المليونين ونفس التخصص والتحصيل الدراسي لا يوجد انصاف بحق عمال الخدمة وعمال النظافة والمعلمين والمدرسين صناع الأجيال مهمشين من الدولة بدون مخصصات بدون قطع أراضي بدون رعاية صحية يسكنون الإيجار والحواسم آخر تعليق من عبدالله عبدالله يمكن خاض نفسه زيان حتى يكتب هذا التعليق يقول الرواتب في العراق لا تتماشى مع حجم التضخم الحاصل والضرائب المفروضة وبالتالي كلما قلت قيمة الراتب قل دخل الفرد العراقي لأن الرواتب هي سيولة سيولة الشارع العامل وصاحب الحرفة يتأثر بقلة قيمة الرواتب بسبب انخفاض القدرة الشرائية إذا موظف يستلم خمسمائة ألف يدفع إجارة ثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف وكهرباء خمسين ألف خلاص راتب لا يقدر يأكل ولا يلبس ولا يشتر بيت أو سيارة طول عمره وقانون الخدمة المدنية ما يسمح للموظف بالعمل الخاص وإلى آخره موظفين يشتغلون تاكسي موظفين عندهم محلات رواتب الموظفين أشبه برواتب رعاية اجتماعية إلى أن رواتب الرعاية أفضل على الأقل ليس مطلوب منك أن تعمل ومواتب غذائية مضاعفة ورواتب لأبناءك الطلبة في حين هناك وزارات رواتبها ملايين سلم الرواتب يقول هو نفسه بنفسه ما جادلت الجاهل إلا غلبني أي واحد ما يفتهم الموضوع لا يتعبن ويعلقه يرد يكرمني بسكوته أنت بعد هذا الموضوع هذا كله ما تريد واحد يجادلك يلا ما راح أجادلك هذا آخر تعليق كان خصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع سلم الرواتب الجديد اللي ممكن أنه يرى النور بالفترة القادمة وممكن لا كل شيء إحنا نتوقع هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيست وفيس أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع هاي الصورة اللي أمامكم اللي ظهرت هاي مال فيزا كارت مزيد هاي الصورة من اعتقال شخص مسافر من مطار النجف الدولي بحوزت 144 بطاقة فيزا كارت معدل التهريب هاي اللي قدامكم فكروا لي نفكراني وياكم شلون يقدر يستفيد من هذه الفيزا كارت العدد الكبير يعني مثلا شي سوي يهرب بها رواتب ممكن رواتب فضائيين ممكن بعد فكروا ياي بشنو نقدر أو بشنو يقدر يستفيد هذا الشخص من سرقة هذه أو تهريب هذه البطاقات بطاقات الفيزا كارت هذا موديل جديد هاي أولا ثانيا شعجب مطار النجف كامشي شعجب عمي منكم مني شعجب كامشي بمطار النجف مطار النجف وصل فترة قمنا بس تهريب وهاي بس شعجب والله عم هم عاشتي تكون مطار النجف صارين تلقون القبض على اللي بحوزتهم مخدرات اللي بحوزت زيزا كارت يريد يشرت بهين يريد يهرب بهين رواتب يريد يطلع ياسع يعني ما نعرف احنا شنو اللي جاير يريد يسوي بهي الفيزا كارت بس يكيد يعني يكيد هو ما مهرب هن وهن فارغات يعني يكيد بهين فلوس نزين وبداية وبداية شهر نزين اليوم اش قد بالشهر اليوم اربعة يعني الموضوع صار ليومين يعني 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 الراتب نازل ما اخذ هنو رايح ما اخذ هنو رايح ما بيها ما بيها مجال نزين فلازم احنا نعرف هاي المواضيع خلي نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا تعليقات المواطنين حول هذا الموضوع اعتقال مسافر عراقي بحوزته مية واربع وعين بطاقة فيزا كارت معدل التهريب من مطار النجف وهذني ذات اردون نحسبهن وياكم واحد ثلاثة ربع الاخره هذني قدامكم خلي نشوف تعليقات ممكن عندهم شي بهاء الدين يقول اقصحت للبطاقة شي الخمسة الاف دولار يعني خمسة الاف في مية واربعة واربعين وساوي سبعمية وعشرين الف دولار يعني مليار وكسور سبعمية وعشرين الف في مية واربعة واربعين ثلاثة شنو الف واربعمية وثلاثة واربعين مليار ومدرك مليار وكسور يقول يعني ذاك تهريب عملية عملية وغسيل اموال ما شاء الله هم زينا القول قبض عليك تارت تطلعت حرامي الأخو ومهرب بهن الفلوس عباس الياسر يقول هاي رواتب موظفين فضائيين يستلم بهن والله هذا هاي رواتب موظفين فضائيين هو يستلم بهن فاحنا لحد الآن ما قضينا على هذا الموضوع ألا وهو موضوع الموظفين الفضائيين اللي الديني حرمي والشرعي حرمي والإسلامي حرمي والناس يتحبسوا بعده ولا يزال فضائي فضائي ما يداوم بس يستلم راتب يستلم نصر راتب ياسر يقول هذا زوج يهربهيش تهريب يصير بالتريكر عبارة عن فلاش يقدر أصبح أهرب به مليار بطاقة ما حد يكمشني يخوش علمه تعلمه علمه نصحه أنصح بعد الناس اللي أنصح به عشنا شبيك ياسر هاي همينا إلى الحكومة إلى الشرطة شوفوا هذا التعليق همينا يجوز باشر عقبة واحد يمشي عليكم هيد شي همزين نبهنا ياسر قال للنيابة ترى يقدر يهرب هيد شي ياسر عده معلومة فإحنا بدورنا نقول هيدكم يقول يقدر يهرب بالتريكر عبارة عن فلاشي بقدل أصبع يهرب به مليار بطاقة هرب به مليار بطاقة ما حد يكمشني فهمي أنا تابع هذا الموضوع خاف هم باشر عقبة واحد يهرب له فد 144 بطاقة مثل الأخ وسامي يقول على الدولة إلغاء الفيزا كارت لأنها تتسبب بتهريب العملة يجي موهي تياسة يعني لو هيتش لو هيتش لو هيتش لو هيتش لو هيتش لو لغل بي زكات لو ما يصر يا أخوي لا تقول لازم تكون أكو رقابة يكون أكو سيكوريتي بهذا الموضوع أكثر غير هذا الموضوع المفروض اللي يصير يمكن الشيخ شاهين هذا هو اسمه هيتش يمكن الشيخ شاهين هو اسمه يجتعواني هو اسمه هيتش يمكن الشيخ شاهين يقول وش عليهم عسى ما يشيل ألف بطاقة ماكو قانون اتفعل لحد هس يمنع البطايق يمكن خلق لك شاه الله يمكن الشيخ خلق لك موضوع مهم هذا الموضوع مهم أريدك تركزوا يا يبي تهمت هذا الموضوع اللي أريد قلك به يمكن هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثانية وموضوع الفيزا كارت اللي سرقهن واحد وها ربيهن من مطار النجف وألقوا القبض عالية متلبس ما شاء الله ما شاء الله هذا كان موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوعنا الثالث في فقرة فايس تو فيس يعني اللي ظاهر أمامكم بالصورة هو محافظ محافظ الأنبار الخبر الخبر اللي اللي يسد النفس شنو الخبر يقول لك محافظ الأنبار ينهي تكليف ثلاثة واثمانين مستشارا من مستشاريه ثلاثة واثمانين مستشار من مستشاري الله أكبر عليكم ثلاثة واثمانين مستشار المشكلة هذولا مو كلهم هذولا جزء منهم من ثلاثة واثمانين مستشارا من مستشار يعني هستش قد يطلعون ميتين ثلاثة مستشار ليه شنو منو انت طبعا بالمناسبة المستشارين خلي عدد لكم مخصصات مكافع وراتب مدرشي حسبول هي سيارة مضللة وحماية وهاي الأمور وبانزين ومدرشين وخطورة وهاي الولاكل والشرب ذني كلهن من مال العالم منه 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 أقوى رئيس دولة بالعالم ما عندها لقد مستشارين يعني هذا مستشار لك مستشار لكيفية النوم مستشار لكيفية الأكل مستشار لشونة تنفس مستشار لشلون أمشي مستشار شونة مشط مستشار شونة أبد لك عمي كارثة هاي هو مال وسائب ترى ما كويش موضوع 83 مستشار منه أنت البنتاقون من غير نفتهم رئيس كوريا الشمالية اليوم هي متعارك والله هذا يقول لازم مستشارين لأن هذا ما يقنع ابو واحد لازم أجيب لفد ألف واحد يقنعوه أنت منه حتى 83 مستشار اش بيها المحافظة حتى 83 مستشار نيويورك شو صحراء وكل شي ما مستفادين ولان تسوي لكم شارع بها والله سوينا واشتغلنا والناس كاتلها الضيمة هناك ولو ما الناس بطبيعتهم ناس شوية الله ممكن عليهم كان هسه صارت مشاكل يا بمشاكل تجولكم والله تسوي لكم شارع تسوي لكم كورنيش ما عرف شنو هناك زين والله واشتغلون بلا نبار بلطتو شنو المستشارين تعال فهمني نرجع الموضوع نحن 83 مستشار لك عمي والله ما كويت شي 83 مستشار يعني يعني شوين مين تجيبها مين توديها لا العقل ولا المنطق ولا الدين ولا تقدر تستوعب هذا الموضوع 83 شخص 83 شخص جايبهم مطلحهم والله سويت فضل بالله العظم سويت فضل خلنشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الموضوع يقول محافظة الأنبار ينهي تكليف 83 مستشار مستشارا من مستشاره واش اسمع علي فرحان زين ما شاء الله 83 مستشار والله ما أدر شاقلكم بس بس هو الموضوع زاد عن حد لا أكو حسيب ولا أكو رقيب ولا أكو بلدي يتابع ولا أكو كل هاي المواضيع احنا ما نعرف يعني جاي تصير ما تصير بس هاي كلها نخليها قدامكم احنا خليها قدامكم حتى باتشر عقبة تعرفون الزين من الموزين الصالح من الطالح وحتى باتشر عقبة من نقولكم يابا احنا حتشيني وانتو ماكو تصدقون بينا هاي 83 مستشار من مستشاري مش نحكي شنقول شنريد نسوي ما نقدر نسرين تقول ومين كان يدفعلهم رواتبهم المحافظ ومين كان يدفعلهم رواتبهم المحافظ من جيب الخلفل وما للشعب الفقير حسب الله ونعمل وكيل اما دولار تقول او يقول 83 مستشار بعد كم سنة ميزانية العراق ستكون فقط تصدرواته بالمستشارين والنواب عما انارد المستشار بعد منهم يش اشتغل اشتغل لي مستشار لحد معبرني لحد جايبني لحد قاعد ببيتي وجهستي امراتب ومخصصات اشتغل المستشار شبيه المستشار شبيه قوش شغله الله لا يوفقكم ان شاء الله رسول يقول ما شاء الله كل مستشار الى سيارة والى اثنين مليون الله اكبر الله اكبر كل مستشار الى سيارة والى اثنين مليون 83 مستشار هذول انا قلتكم شون شغلهم كل واحد لو ابن شيخ لو فخذ يفيدون انتخابيا وكذلك يبلغون على الفواتح المهمة بالمحافظة معقولة هذا الحتي ابن شيخ لو ابن رئيس فخد لو لو مدره شنو مستشار يبلغوا على الفواتح اللي يمه وهذا مبين الولد من الغربية من اللبسة اللابسة احمد يقول 76 مستشار للسيد المحافظ ولا واحد منهم ياخذ راتب او منحة او حماية كلهم مدراء او اعضاء مجالس محلية سابقين ما يقدر يعيشون بدون سلطة يموتون على الكرسي فالرجل احتواهم خطية حتى سياراتهم الظلم مضللة اهم منصف فخري يفيكون بيه عن ناس والله المحافظ لا مستشار ولا غيره اكبر قضية يراوسها شنو النوبة كو 76 غيرهم من غير ال83 اكو 76 وذوله يقول والله بس منصف فخري على متبقى سياراتهم مضللة لك عميه ما لدرو والمكافات اللي ياخذوها والحمايات والدنيا والاسلام والله والله دمرتوا للبلد من الله يدمركم ويدمر شكولكم هذا كان آخر تعليق وآخر موضوع من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم اللي فقرة فيس تو فيس وشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة رند تيوب خليكم ويانا نحن يروح بعيد اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عدنا بعد الفاصل القصير وفقرة فيس تو فيس وستجينة للفيديوهات اللي تنتشر ايضا وتاخذ صده وترند واسع في السوشال ميديا خلي نشوف الفيديو الاول ونرجع سولف خليم دولة اللي دخلو دولة ناس عدهم طالب أو طالبة ما ناجح بالامتحان ركزوا إياي عدهم طالب أو طالبة ما ناجح بالامتحان فدولة شنو ذوي أهل طالب تجوى على اليمن تجوى على المدير وهاي المدرسة أهلية تجوى على المدير طب ما طب طب ما هاي هاي قدامكم زين؟ هاي الماسحة ما أدري هاي ويانا علينا ما نعرف شنو الموضوع زين؟ هوا بس يفاكك بالماسحة زين؟ مثل ما تشوفون في بلد اللا منطق يدخلون ذولة ذوي الطالب أو الطالبة ويسوون هاي العمائل اللي يسووه يضربون المدير براحتهم زين؟ هاي نرجع نشوفها من البداية هاي قدامكم وتجي تقلي يا أبي ليش تعصب ليش تحشي ليش تنقهر هاي قدامكم الموضوع عركة بمدرسة هاي زين؟ تفضل يعني هو يعني هو ما ناجح يعني واذا انت طايت فلوس وما يستحق الدخول أو ما يستحق النجاح واذا طايتني فلوس يعني مثلا شئ تريدنا نجحة إلك غير ابنك موزيا ما يستحق أنت داخلي تتعارك وتصخم وتلطم وتضرب بوكسات لك عمي ما كنت شيء ما كنت شيء شو تريد تحشي شو تريد تقول شو تريد تسولي خلي نشوف التعليقات بل كت واحد بهم تعليقة يفوخ القلب يعرف الموضوع يعرف شيء يقول علي عندما تكون نقود الشخص أكثر من أخلاقه تكون النتائج هكذا حيدار يقول مع الأسف أستاذ محمود رجال شريف رجال شريف ونزيح عمره بالسبعين الله أكبر عمره سبعين سنة ونزلت عليه هيت ضربون ما يستعقل هذا التجاوز بس ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل الشفاء العاجل للأب والمربي الفاضل الأستاذ محمود موسى الماس هاي عرف الظاهر ومعمار تقول والله هيبت المعلم والمدرس راحت من كثرة الدروس الخصوصي والمدارس الاهلية والواسطات والهدايا والرشاوي من أغلبهم والله نتفق وياتش بها الموضوع وأيضا موضوع موضوع أنه لازم يتفعل قانون ضروري أصبح ضروري تفعل قانون عدم المساز بالكوادر التدريسية والتعليمية هذا القانون لازم يتفعل لأن احنا عبارة عن غابة صارنا بغابة عندك شي أقدم اعتراض طرق قانونية أسلكها بكل وضوع بكل يعني ما يرادل هالشي زين تقدر أنت أسلك كله طرق زين هذا الطفل أو الطالب من راح يشوف والدة وقرايبة هيتش يهجمون على المدير وعلى المعلمين هو من يكبر اش راح يطلع ش راح يطلع مهندس مدني راح يطلع حجام ش راح يطلع فالموضوع هذا يرادل لوقفه قال بالنسبة لي يقول أنه لازم يصير موضوع أنه يعني قانون يتفعل قانون عدم المساز بالكوادر التدريسية ناس إلها إحترامها وإلها كيانها نعم أكو بعض منهم يكون هو المخطئ تجاه الطالب أروح أشتكي عليه طبيعي جداً أكو وزارة وأكو دوار وأروح أشتكي عليه زين وكو شعب معنية بهذا الموضوع معنية بشؤون الطلبة أشتكي عليه ما يجاني والله أسار في نرداني وقعدت عارك شنو غابة إحنا غابة ما أدري الموضوع شنو ما أدري الحاجة أم عدي تقول بتحياتنا لتشاه تقول لا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم مع الأسف هيك صارت أخلاق بعض الناس لأنهم تعلموا على أعطاء رشوة أو أولادهم ينجحون وهذا كله بسبب عدم اتخاذ إجراء صارم ضد الذين يعتدون على إدارة المدارس وعلى الكادر التعليمي أخي القانون أخي للقانون ولا دولة إحنا عايشين بغابة أما عدي يقول والله وقت هذا الدلال الزايد عن بعض أولياء أمور الطلاب بحيث قاموا يشوفون أبنائهم بأنهم ما يمكن أن يغلطون وأنهم فوق كل الشبهات ولا يمكن أن يرسبوا في الامتحانات وهذا ندل على شيء فإنما يدل على قلة الوعي وعدم مراقبة أولادهم والسماح لهم بكل تصرف يفعلونه والتغاضي عنهم وهنا تكمل الخطورة وهذا كان آخر تعليق تعب هوايا حتشيت بيه هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو الأول الفيديو الثاني بدأ موسم الصيف على قولة الشاعر الله يرحمه وبدأ العام الدراسي وبدأ الأهموم إحنا ش راح نقول بدأ موسم الصيف وبدأ الحروق وبدأ الحروق ليش؟ ما نعرف هل هناك أياد خفية وراء هذا الموضوع؟ ما ندري بعدنا لحد الآن هوا يجي الصيف هوا يجي موسم الحنطة هوا يجي هاي المناظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 المفروض الدفاع المدني وقت موسم يعني قصدها وقت الموسم يكونون متهيئين يكونون قريبين من المكان هو بالفعل لذلك حتشينه اما التعليق القبل تقول خليه حرثون يلقاء على شكل شارع هاي شون قصدها مره طلاع فيديو اذا شفته حريق واحد يحرث ووقف الحريق هاي الناس ما عدوا هاي المعدات الحديثة بعدهم بالمنجل والفاس والكرك وهي الأمور هاي الناس بعدها فما عندهم يأتي سيارات ودرك ترمد رشي صحولة وذني الكرابات ذني اللي يمشن سريع وحرثة نلقاع زين والجرارات وغيرها هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو الفيديو الثالث هذا لا هذا يعني مين ما تجيبه مين ما توديه زين هذا الفيديو بربيل بس شوفوا بس شوفوا الموضوع Fast and Furious Fast and Furious Fast and Furious راح أنطي نسبة 10% بس أن يكون يا أمه مخمور أو أغمى عليه أو بس هاي النسبة 10% فما راح أدوس عليك زايد بس أعطيك 10% هاي النسبة Babe أنت بشارع scriب الأخير هاي سيارة أعرف هان هاي سيارة انت بشارع ضربونا أم طربونا فرع هاي سيارة مصطفاء هاي سيارة pas来 هاي سيارة مصطفات مع wage ما على اسف ما دلليش أنت تمشي بهيش ضربونه بهاي السرعة فان ديزل انت فان ديزل زين هس انت ما رحت طب طب واندعمت تكسرت وفلشت سيارات العالم ما تفكر يطلع لك طفيل مره رجال يعبر شخص يمشي هال استهتار شنو زين لا تقول مثلا شارع عام جا تمشي سريع وفقدت الصيط انت بفرع بدربونه اش مشاك هاي السرعة كلهي عم تردتوا دمرتونه هم تدرون منفسكم لو لا دمرتونه بالله العظيم دمرتونه ما عدري حق فضل شون شون يمشي بهاي السرعة زين نو بالسيارة السيارة ما مدر شنو هاي شارجر عندك ولك انت شنو السيارة شوف هاي الطسة وطب بيه طب بيه الطسة وفلشت للأول وشن هي السيارة شن هي يعني ردنا اعرفها تمشي هالسرعة هاي ما كارثة هاي كارثة هاي كارثة خليشو في التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو ما شاء الله هاي البيكم وهاي السيارة بالأضرار من وراء واحد مدرش يسوي سمير محمد منصور زنقني يقول هذا عنده عقل لو لا اكيد وبالله هذا لو طفل مستهتر بارواح الناس او ممتلكاتهم لو مجرم فالت من مشكلة معينة والله اعلم هاي بعد احنا ما نعرف مجرم فالت مدرشين وهاي بعد الموضوع يصير يمك حسنين يقول خاف فاقس عنده البريك او طفل ما يعرف يسوق ما معقولة زين اذا فاقس عنده البريك ليش يمشي بهاي السرعة كلها اصلا من البداية واذا طفل ما يعرف يسوق شاء الطفل منه للطاع السيارة ومنه قال له اروح سوق لو هم بايق هالظهر ابو ناي مبايق هاي واردة البنفسش تقول اكيد امرأة قاعدة تجرب السيارة ها ها انتي بتقين بيهن احنا ما لنا علاقة اسراء تقول يجوز صاع الضغط له سكر هو هذا العشرة بالمئة لخليناه احنا يجوز صاع الضغط له سكر بس شميش شاب هاي السرعة كلها اخر تعليق من علي الساعد يقول يجوز بايق السويتي الظهرية يجوز كل شي يصير هذا اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو مشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى التقيكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة